يظهر جليا أن أحزاب السلطة في العراق وضعت لمساتها الأخيرة على حكومة مصطفى الكاظمي لانطلاق حكومة استثنائية من حيث الظروف نمطية من حيث الأسلوب وطريقة توزيع حصص الشركاء ومن حيث المحتوى لا جديد فيها تكرار للمشهد القديم واستنساخ لتجارب السابقين يقوم به مصطفى الكاظمي غير مبالم بالأزمات التي تعصف بالعراق جراء العقلية التي تدار بها الدولة من المتشائمين بهذه الحكومة صحيفة ذا ناشونال الأمريكية التي قالت إن الحكومة الجديدة تسير وفق نظام المحاصصة السياسية المعهود وتعتمد طريقة توزيع المناصب على أسس طائفية في ظل وجود برلمان ركب بهذه الطريقة وأوجد ليمثلها أوضح تمثيل ما ذكرته ذا ناشونال يطابق تماما ما ذكرته العديد من الصحف العالمية حول هذه الحكومة حيث أجمعت على وصفها حكومة غنائم تعتمد طريقة التسابق على تحقيق المصلحة الذاتية لدائرة ضيقة من المتحكمين بالمشهد العراقي دون الالتفات إلى حال البلد الذي يعاني أزمة اقتصادية خانقة ويعيش ثورة شعبية مستمرة تحدث المصاعب في سبيل تحقيق هدفها المنشود بإسقاط النظام وعلى سبيل أنه شهد شاهد من أهلها يذكر أعضاء في الحزب الديمقراطي الكردستاني أن الطبقة السياسية في العراق فقدت البوصلة وتواصل التخبط في مواقفها مبينين أن الكتل الفاعلة تبحث فقط عن مصالحها وتواصل الضغط من أجل ذلك كذلك نواب من تحالف الفتح وصفوا حكومة الكاظمي بالبائسة التي لا تلبي أدنى طموحات الشارع العراقي متطلباته ما قيل ويقال في هذه الحكومة يؤكد تماما استحالة إنقاذ العراق بأدوات من داخل العملية السياسية ويبين كل يوم حاجة العراق الماسة إلى حكومة إنقاذ تتدارك ما أبقته كارثة الأحزاب في هذا البلد المبتلى